العطاء هو أن الإنسان يقدم من الخير اللي بيملكه للي حواليه لكن الحقيقة بالتأكيد أن الأمومة مش بس عطاء لكنها أكبر بكتير لأن في الأمومة الأم بتقدم للطفل روحها نفسها مش بشكل مجازي بشكل حقيقي وعلشان كده ارتباط الأم بالطفل هو أقوى وأبقى رابطة على مر التاريخ والربطة بين الأم وطفلها بتبدأ من لحظة معرفتها بالحمل وبتفضل من الوقت ده تكبر وتقوى كل لحظة ده موضوعنا الأول في حلقة النهاردة وهو بعنوان الرابطة مع الجنين الرابطة مع الجنين خلال الحمل يعني عايز أقدم لحضراتكم أو لكل الأمهات الحوامل أو اللي بيستعدوا أنهم يكونوا حوامل بعض النصائح اللي ممكن تساعدكم على تقوية الربطة بينكم وبين الجنين خلال فترة الحمل هنبدأ هذه النصائح بأوقات الاسترخاء أو الهدوء في الأوقات دي مطلوب من حضرتك مش مش مجازا مش بيتهيألك لأ اللي انت هتسمعيه كده مطلوب من حضرتك انك تنفصلي عن العالم حواليك لفترة من الوقت مجرد دقايق وتخلي كل تركيزك مع الجنين مع حركاته ومع خيالك انت تتخيلي نفسه هو بيعمل ايه دي الوقت وهكذا الأوقات دي أنا بقوله هو الأوقات دي حضرتك اللي بتقرريها بتقرريها من حيث يعني امتى والديوريشن بتاعتها أو المدة زمنية بتاعتها قد إيه الاسترخاء ده أو الفترات الراحة والاسترخاء دي بتديكي الفرصة للتواصل مع الجنين من خلال كلامك معاه يبقى أول حاجة هتعمليها انك اتخذي فترات كده للراحة تعودي بس كده تسرحي بخيالك كده مع الجنين وتتخيالي هو بيعمل ايه ويعني تشعري كده بحركته والطبطبي كده على بطنك وحاجات كده نيجي للنصيحة التانية وهي انك تتكلمي معاه ايوة انا بتكلم بجد انك تتكلمي معاه ممكن تتكلمي معاه في اي وقت من اليوم ده بيزود الرابطة بينكوا جدا اتكلمي بكل طبيعية معاه احكيه له على اللي بتعمليه خلال اليوم غنيه له خليه يسمع قصص بصوتك خليه يسمع صوتك وانتي بتحكي حتى لو بتعملي حاجة في قوضة بتعملي حاجة في المطبخ اتكلمي معاه كأنه موجود قدامك مش بس الكلام هو اللي هيخليك يتقربي من الجنين لكن كل حاجة وكل تصرف بتعمليه لقمته الاكل الصحي مثلا الاكل الصحي للتكليل فطرات الراحة زي ما قلنا اللي بتكوني انتي وهو محتاجينها حتى تغيير مكانك زي ما قلنا في حلقة سابقة من مكان مزعج لمكان هادي هيكون محل تأدير وفهم من الجنين انك حريصة عليه وعلى كل اللي ممكن يقدم له الراحة لما بتحركي صوابعك على بطنك بهدوء وحنان انتي في الواقع بتطبطبي على طفلك وبتحسسيه بالامان والاحتواء طفلك ساعتها ممكن يرد على حركة ايديكي دي ببعض الحركات اللي هيعملها ووقتها هتحسي ان ده حوار بينكم ايه بقى الحركات هتلاقيه مثلا بيتحرك او بيتنقل زي ما كون من حتة لحتة وهكذا هتحسي انه زي ما كون بيرد عليك قضي وقت طويل وانتي بتفكري في طفلك في كل اللي يخصه اتكلمي مع بابا في الحاجات اللي الطفلة هيحتاجها اتكلمه بمنطق الامل مش بمنطق الازمة مش انه هو بيحتاج كذا وهيحتاج كذا وهنجيب له مقلق احنا هنعمله ايه هنربيه ازاي هنحب ان احنا نعلمه ايه هنخليه تفرج على ايه هنخرج به ونروح فين وهكذا اتكلمه عن كل ما له علاقة بالامل مش كل ما يثير ازمة اختاروا هدومه اللي هيلبسها السرير اللي هينام عليه اعملوا قوائم بالاسماء المقترحة له لو عرفتوا انه ولد او بنت وحطوا سواء ولد او بنت وقولوا الاسماء دي وانتو بس اللي تقرروه خططوا انه ممكن تقولي ايه انا شفت محتوى كده زي اسمه يحكى انا بيجي في التلفزيون المصري بيقولوا في حلقات حلوة قوي فيفتحها لك زوجك او انت تفتعيها وتبتلت تفرجوا عليها سوا وهكذا اريتي كتاب فيه معلومات حلوة لقيت موقع حلو بيقول معلومات حلوة بيقولك فيه دروس بتحضر للولادة وهكذا ممكن يبع عندك صور فوتوغرافية او حتى مقاطع فيديو للمراحل المختلفة اللي بتمر فيها خلال الحمل طبعا اللي انا قلت ودلوقتي ده مجرد امثلة واقتراحات ممكن يعني تزود انت بيها الرابطة مع الجنين خلال الحمل لكن خليكوا واسقين ان كل ام عندها طرق تانية كتير قوي لان الحب عمره ما بيكون له وسيلة واحدة او طريقة واحدة في التعبير واحنا هنا مش بنتكلم عن قصة حب عادية احنا بنتكلم عن قصة الحب الاهم والاعظم في حياتك كلها